بارك التجمع اليمن الإصلاحي بمحافظة حضرموت ما توصلت له المشاورات بين أبناء المحافظة في الأيام الماضية بمدينة الرياض والتي أفضت إلى إشهار مجلس حضرموت الوطني حاملا سياسيا معبران عن طموحات المجتمع الحضرمي وأكد في بيان اليوم الخميس مباركته إصدار الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وكذا التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي بما يعزز وحدة وتماسك الصف والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر وأشهد الإصلاح بالمواقف الأخوية الخالدة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية واحتضانهم ورعايتهم لهذه المشاورات معتبرا أن هذا ليس غريبا على الأشقاء مؤكدا الثقة بأنهم سيقدمون المزيد من الدعم والإسناد لهذا المنجز حتى يحقق غاياته النبيلة التي يطمح لها كل أبناء حضرموت والوطن وبما يعود بالنفع على حضرموت واليمن والمنطقة بشكل عام واعتبر أن هذا الحدث يصب في إنجاح مهمة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية الدستورية في اليمن وتعزيز مؤسساتها المختلفة وتثبيت أركانها على أرض الواقع لمواجهة الميليشيات الحثية الانقلابية التي تهدد الأمن الوطني والخليجي والملاحة الدولية والسلم العالمي على حد سواء